جاء لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله 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 وآ بصمت يدي في أيديهم وليس هم الذين يتركون بصمات أيديهم في يديه إنما بمعنى أن أسلم عليهم بعلوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التي فيها الوعي والفهم والعز والإدراك والقيم والمبادئ والشموخ والتفاهم والوعي علمني هكذا صلى الله عليه وسلم لم يكن الحبيب صلى الله عليه وسلم غير مركز لا ما كانش كده صلى الله عليه وسلم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجمع بيني وبينه وبينكم جميعا اللهم اجمع بيننا وبينك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النهاردة الحلقة اسمها أنت حبيت فيها إيه يعني احنا عملنا حلقة قبل كده اسمها انت حبيتي فيه ايه النهاردة بنقول وانت حبيت فيها ايه ايه الصفات الجميلة اللي انت حبيتها فيها لان اتصل علي واحد راجل طيب جدا جدا وقال لي انا يعني راجل مستقيم ومصلي وناجح في شغلي ومده الشركة وراجل يعني لي مكانت الاجتماعية وانا حريص ان اكون مع ربنا ومانش راجل اللي انا بصهر في كذا ولا بقعد في كذا ولا انا ومعرفش غير بيتي بيتي وحياتي ولكن الحقيقة الهانم مش نضيفة في البيت مش نضيفة في البيت يبقى انا جاي من الشغل وهي بتكلم مثلا بنت خلتها او اختها وازاك يا سيد او ابنك عمل ايه طب مين اللي اطلقت اول امبارح فبيقول لي بيقول لي انا قعد في البيت انا جاي من شغلي وجاي مجهد جدا بدل ما بتوفر للحياة الكريمة الحياة الكريمة ان انا ادخل بيتي ملقش طراب على كومودين ولا على الكراسي ولا لقيت طراب على ستاير ولا لقيت طراب على السجاد ان انا عايزة شم هوا نقي ابقى في بيتي بشم هوا نقي انما الهانم عملة تتكلم في التليفون 24 ساعة وسببتها ما بتنظفهوش حتى وان جت لنا الشغالة ما بتمشيش وراها مثلا انتو لا ياريت تعملي دي وياريت الطراب اللي في المكان ده ياريت تشيل كذا وياريت كذا وياريت كذا ما بتعملش ده وبيقول لي انا خلاص بقى ما عدتش قادر يعني هلأ اروح اقجر بقى اوضة في فندق وعيش فيها في مكان نظيف وابعد عن بيتي وهو يقول وانا مقتدر يعني قادر انه هو يأجر لحساب الشركة لانه هو مدير لحساب الشركة غرفة لحساب الشركة ويقعد فيها طول الشهر نظيفة فبيقول لي فالهانم عملالي توطر بسبب صوتها العالي في البيت رقم اتنين اذا طلبت حاجة من عيل من العيال يا فلان هات اللي عندك كذا 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 البنت تعمل حاجة فخوة انا جايالك اوه فبيقول لي بدخل البيت احس ان فيه ان احنا بيتنا فيه مظاهرة بيتنا مش بيتنا ده مش بتفس فيه سكينة بيقول لي بابقى داخل البيت وانا عمله اقول لي يا رب لها نايم يا رب لها نايم خطي بها حضراتكم مش عايز يخرب بيته والهانم صوتها عالي وعملها تنفعل على عماله وعالبطال ساعات دي يقول لي بابقى خايف لما السواق بيوصلني بالعربية امام بيتنا بابقى خايف صوتها يجي من الشباك و هي بتزعق العيل من الاولاد بابقى خايف ان السواق بتاعي يسمع صوت مراطي من الشباك وهي بتزعق العين من الهيال خدت بقى لحضراتكم فبقول له طب انت دلوقتي لو لو سمعت صوتها وهي بتزعق قال لي بقول لي السواء لف بينا لفتين على ما تهدى خدت بقى لحضراتكم مش عايز يخرب بيته خدت بقى لحضراتكم طبعا يعني فبقول له انت حبيت فيها ايه قال لي امينة وشريفة وصينة بيتي وجميلة وحلوة وفي نفس الوقت مصلية وفي نفس الوقت بنت ناس وفي نفس الوقت راضي اخواتي وفي نفس الوقت راضي امي وفي نفس الوقت ما شاء الله تبارك الله يعني علاقتها باهلي وامي وجميلة جدا جدا ما فيهاش غير مشكلة التوتر والصوت العالي التوتر والصوت العالي رغم ان هي ممكن ان هي تعمل حاجات كتيرة جدا جدا من غير ما تزعق ومن غير ما صوتها يبقى عالي وتسبب التوتر في البيت وتسبب الألم اللي احنا بنعيشه في البيت ده قلت له يعني انت شايف ان هي ما شاء الله تبارك الله فيها صفات جميلة قال لي فيها صفات رائعة جدا احنا في زمن فتن زمن فتن وزمن كذا وزمن كذا وزمن كذا وزمن كذا ورغم ذلك دي الله أكبر نور على نور نور على نور مشكلتها ملكات التعبير عندها ان لازم الصوت يبقى عالي يبقى فيه انفعال هي شخصيا فعالية صوتها عالي التعبير بتاعها ان صوتها عالي وان هي علاقتها بأولادها علاقة ترهيب ترهيب وتخويف وان هي بتعبر عن حبها لابنها من خوفها عليه بان صوتها يبقى عالي وان هي تنفعل عليه وان هي تبقى يعني بها دي صورة المؤلمة لهذا الزوج طبعا الواحد لما تجاوز واحدة لما تجاوز واحدة ويروح كده وهو داخل قدام بيتهم كده اللي هي بيزعق يقولي سواء لف لفتين على وياتها دا هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها هتبقى هتبقى مشكلة هتبقى مشكلة زي زي الزيبت البخيلة اللي بعتت ابنها يجيب تلات رغفة فالولد خرج وهو لسه بيخرج من الباب قالت له خليه مرغفين أبوك مات الله الرحمن